فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فإن قيل المسألة ثقة وتربية وأنتم تتهمون النيات ولا عندكم ثقة فالرد على ذلك الرد على ذلك ما هنا أحد يثق بنفسه عند الفتنة الذي يثق بنفسه عند الفتنة كذاب كذاب نعم ما أحد يثق بنفسه عند الفتنة إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فعند الفتنة الإنسان لا يزكي نفسه سواء فتنة النساء أو غيرها إذن نقول هذه تزكية من ادعى أن المسألة التربية والثقة فيها تزكية فهي تزكية نعم ما فعلها الأنبياء نعم الأنبياء كانوا يحذرون منه أنت تقرى ما جرى في حق يوسف عليه السلام قالوا لا تصرف عني كذا وهو نبي الله لكن أجبره سيده لأنه صار مملوكا أجبره سيده على أن يخدم في البيت فصار مع امرأة العزيز فصار ما ذكره الله عز وجل من همها به ونفوره منها واستعاذته بالله عز وجل وأن الله أمده بالعون والعصمة وحماه منها وأظهر براءته علانية في النهاية لكن السبب هو اختلاط الوجل بالمرأة يجر إلى هذا حتى ولو كان الرجل تقياً ولو كان معتصماً فإنه يتهم في هذا على الأقل يتهم في هذا مع أنه قد يقع في الفاحشة في إغراء الشيطان